هو طبعا هذا يعني جزء من الموضوع لكن لا يخفى أنه الجزء الآخر فيه اتقام فيه دينونة فيه قضاء على شعوب الرب يعني أمر بإبادتها سدقني يا سيس نظار دايما نقول كده لكل واحد بيشوفنا دلوقتي وأنا مرات أقول باسم الرب يسوع أن أي حرب نقدر نرد عليها بس نعرف الحرب دي أو غيره حصلت لي إيه أسبابها إيه جزورها التاريخية مجرد ما أعرف إيه أسبابها وجزورها التاريخية تتفكت طلاصة مهدام لكن العهد القديم أنا ليه حطيت الخلفية دي لما الرب في العهد القديم يقول ليه فكرة الحماقة خطية لم يجي يقول أريد رحمة لا ذبيحة أنا ليه أنا عايزة حط الأرضية اللي يقف عليها المشاهد يبقى تأكد تأكد أن الأرضية كلها الأساس اللي بنحطه فلما تيجي تقابلني حاجة أدرسها في ضوء الخلفية اللي أنا حطيتها طبعا وانت ذكرت يعني في الآية الشهيرة اللي هي تعتبر القاعدة والأساس للعهدين في الموضوع هذا بالتحديد وصية الله لا تقتل بالضبط والرب يسوع تكلم عن هذه الوصية وأخذها بعمق وببعد آخر إنه مش بس القتل هو التعمد والفعلة لكن الكراهية والبغضة وعدم المحبة تعتبر كخطية القتل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لقد جاءت